اتقال له رد على النادي الاهلي بعد ساعة هنديك مهلة ساعة بعد الساعة دي انت حر عايز تمضي في اي نادي اخر انت حر رمضان صبحي خد الساعة بعدين راح مضى في نادي تاني فيش مشكلة خالص رمضان بيرعب في نادي تاني بيتقال انا معرفش ان هو عايز يرجع النادي الاهلي وزي ما حضراتكم سامعين خلال الايال على عهدة اعلاميين كتير والكلام ده كله لكن حضرتك مضيتي عقد باردتك المنفردة ومبسوطة وسعيدة وفرحانة بفيديوهات وصور وبصمة وعقد موجود وكل حاجة كابتن هنا حمزة بتتحك وكابتن مريم مصطفى بيتحك برضو لكن اما النادي الاهلي يبحث عن حقوقه يبقى النادي الاهلي ده بيكسب بالتزوير وبالبلطاجة ده كلامها لكن وقت لما كان النادي الاهلي بيجدد كان النادي الاهلي أعظم نادي في الكور حاجة كمان كابتن هناء حمزة بتقولها كابتن هناء حمزة بتقول ان النادي الاهلي بيصف حساباته علشان ابنها اللي هو أخو مريم كان نازل انتخابات 2017 في قائمة المهندس محمود طهر طيب هو لما طلب النادي الاهلي تجديد عقد مريم أربع سنوات ويديها فئة أولى ما كانش النادي الاهلي بيصف حساباته ساعتها ما ينزل فاندم الانتخابات يصف حسابات في ايه ده في 2017 وبعدين هو من 2017 مجلس صدارة النادي الاهلي قاعد بيفكر عشان ما قررش ان هو يصف حساباته غير اليومين اللي فاتوا دول كابتن هناء كابتن هناء يعني الكلام يبقى كلام منطقي علشان نقدر نرد عليه لكن انا بحاول على قد ما اقدر والله لما النادي الاهلي بيصف حساباته طلب ليه يا فاندم طلب ليه يا فاندم ان حضرتك او بنت حضرتك كابتن مريم مصطفى تجدد عقدها ساعتها النادي الاهلي ما كانش بيصف حساباته ساعتها النادي الاهلي كانوا تمام هو يعني والفترة اللي لعبتها من 2017 مريم لغاية دلوقتي كانت كل ده ايه مكرهة بتضرب حد بضربها على قدها العابي بالعافية حضرتك اللي شلت العقود وخدتيها من اتحاد الطائرة ووصلتيها للنادي الاهلي ولو انا بقول حاجة غلط يا فاندم طلعي قوليلي وكذبيني حضرتك بتقولي كلام كتير وبعدين فيها اقول يا فاندم يعني حتى التجديد كان يليق باسمه فاقل ايه ايه تصفية الحسابات في كده يا فاندم يعني يعني واضح جدا 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 متضحك الحلوة اللي هتطلع دي من الدنيا كانت حلوة ومبسوطين وكل كان فيه رضا حتى فيه قبول وحضرتك يا فاندم بتتحكي وفيه قبول ايه اللي حصل يا فاندم الاغراءات المالية ما عرفش اهو يعني مريم بتبتسم ابتسامة التوقيع وبتبسم بصمة التوقيع بابتسامة برضو هو ده عقده ولا ورقة قديمة ونبقى جماعة وانتوا قاعدين في الكنترول عشان مش كلشو يطلع بره النور شوفولي كده ده عقد ولا ورقة قديمة ها عقد ولا ورقة قديمة دي يا جماعة قلولي حد يرد علي عقد فعلا عقد اهو ده عقد اهو واخدر كمان ماشي طب كؤس الحمد لله ماشي حضرتك عايزة تخلطي فيه انا كشخص انا ما عنديش مشكلة والله يا كابتن هناك والله يا كابتن هناك ما عندي مشكلة ومش هرد لان انا في الاخر املك الكثير والكثير اقدر ارد بيه على حضرتك لكن وطبعا رد محترم لانه يعني كلها حاجات انا دايما لما بطلع اتكلم يا فاندي بطلع اتكلم بالدلائل بالدلائل والفيديوهات والصور والبراهيم وباسلوب مهزب ومحترم لكن انا بشتغل هنا تحت شعار قناة النادي الاهلي فانا ملتزم بكل مبادئ واخلاق النادي الاهلي وسلوكيات النادي الاهلي اللي تعلمتها جوى النادي في اللارب انا معنى ما انا عارف بصي حضرتك انا ولا اسطورة ولا اقبل ان حد يقول علي مثل هذه الكلمة لان فيه غير ملايين او مش ملايين فيه غني اساطير كثيرة جدا داخل النادي الاهلي تستحق انا لا استحق اي شيء اللي انا بقوله ده انا مقتنع بيه تماما انا مقتنع بيه تماما ومش مستني ان حضرتك تقولي لي مثل هذا الكلام عيب يا فندم انا عمري ما قلت كده ولا حقول كده انا ما انا الا واحد بيحب النادي الاهلي خدمت النادي الاهلي اربع سنين وحخدم النادي الاهلي في اي حد سواء هنا او غيره والايام القادمة ستشهد على امور كثيرة جدا والايام السابقة ستشهد على امور كثيرة جدا وكله في وقته وكله حيبان الحمد لله والشكر لله دايما بنتكلم باحترام وبأدب وسنظل دائما كذلك اي حاجة انا قلتها النهاردة هي على مسئوليتي الشخصية على مسئوليتي الشخصية وعلى مسئولية هذا البرنامج النادي الاهلي ليس له دخل وليس له علاقة بأي من هذه الامور النادي الاهلي عنده مسئولي اللي يقدروا يردوا على كل اي اهانة حضرتك قلتيها او اي حاجة تخص النادي الاهلي لكن انا برد بالمستندات اللي انا قدرت اجيبها وبالفيديوهات اللي منتشرة دلوقتي على كل السوشيال ميديا وكل حاجة فاتمنى يا كابتن هناء ان حضرتك لو حتردي يعني لو حضرتك حتردي فعلا تردي جو تو دا تارجت يعني روحي للهدف قولي على طول كذا 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 وبعد كده قولي اللي انت عايزاه لانه ما اعتقدش ان بعد كل اللي احنا شفنا ده من الممكن ان نرى شيء اخر